موسيقى صباح الخير بضيفة هالفقرة اشتقتولها دائماً فيزألوا عنها رولا قطامي أبو جابر ره تحدثنا عن المؤتمر الأول للرضاعة الطبيعية ودائماً سواء بفقراتها أو من خلال برنامجنا منركز على أهمية الرضاعة الطبيعية سواء لصحة الأم وأيضاً طبعاً الطفل صباح الخير رولا صباح النور يعني الغيبة مش لله تلعنا بمؤتمر مؤتمر كتير كبير صراحة والأول من نوعه بالأردن وبالشرق الأوسط يعني ما صار زيه من قبل المؤتمر إجا بمبادرة من ثلاث شركات أو مؤسسات إذا بدك معنيين برضاعة الطبيعية وزحة الأم والطفل هن سيدلية روحي مع مستشفى فراح ومع مركز بيرث ام بيوند كيف تلعطتها بالفكرة؟ كنا قاعدين عم نخطط لهذه السنة إش بدنا نعمل وإشياء للشغل يعني وطلعنا بها الفكرة لأنه أنا عم بروح على مؤتمرات كتير برى الأردن وكلها عم تدعم الرضاعة الطبيعية يعني بتلاقي أنه بالدول المتقدمة كتير بدعموا الرضاعة طبيعية وبعملوا مؤتمرات سنوية لهاي الأشياء ولقيت كتير أنه مستوى الرضاعة الطبيعية بالأردن متدني يعني لما يحطوا المقارنة النسب هي من النسب القليلة عندنا فيها الرضاعة الطبيعية في صراحة يعني أنا استغربت بتعرفي أنا قرأت معلومة أن الأردن من الدول الأرقامها متدنية جدا بالتجزيع أو اللي بيمارسوا الرضاعة الطبيعية مع أنه المفروض هاي العادة موجودة عندنا بثقافتنا وورثناها من أمهاتنا وجداتنا شو أسباب ممكن تكون هلأ فيه عندنا الحليب الصناعي عم بيكون عليه دعايات كتير فيه عليه دعم كتير بيشجعوا عليه وهو أسهل يعني إذا أنت بتفكري فيها هي أسهل فما عم بيصير فيه تشجيع للرضاعة الطبيعية واللي عم نشوفه كتير بدول متقدمة هلأ لأنه لقوا أنه صحة الأم وطفل تبدأ بالرضاعة الطبيعية فمن هالأرقام أنت قررتوا يكون فيه مؤتمر هلأ أول شركة دعمت المؤتمر هي شركة ايفنت فليبس اللي عندها برودكس للأمهات والأطفال كانت رعي لمعظم فقراتي هاي السنة عندها كمان البرست بومبس أو اللي هنه شفطات الحليب اللي كتير بيساعده الأم العاملة إحنا هلأ منشوف أنه معظم الأمهات عم بيكونوا أمهات عاملين ولأنه إجازة الأمومة بالأردن هي 70 يوم واللي هي إشي كتير قصير ونحن منشجع أنه الأم تردع ست أشهر إكسكلوسيف يعني مطلق رضاعة طبيعية مطلقة لست أشهر فعشان نساعد الأم أنه تردع لهاي الفترة بما أنه عنا إجازة أمومة كتير قصيرة صار في عنا شفطات الحليب وأدوات تتخزن الحليب يمكن تتخزن لما تداوى بالضبط ومنعلمها كيف تتخزن وكل هاي الأشياء فإيفنت فليبس هي الرعية الرسمية لهذا والرعية الأولى لهذا المؤتمر في عنا كمان رعاء انضموا لألنا واللي كمان إحنا منهتم أنه الأم اللي جاي على المؤتمر أو حتى أي حدا جاي على المؤتمر يشوف كل الأغراض اللي بتهم صحة الأم والطفل وبتهم الرضاعة الطبيعية لمين الدعوة الموجهة؟ إيمتى رح يكون؟ إيمتى رح يكون يوم الخميس رح يبدأ يوم الخميس أول يوم وافتتاح المؤتمر رح يكون على ساعة خمسة يوم الخميس الجمعة عنا فل دي يوم كامل للأطباء والمحاضرات محاضرات ممردين ممرضات اللي بيشتغلوا بمستشفيات الولادة أخصائيين تغذية صيادلة طلاب كلهم يعني الماديك الفيل جايين بيوم الجمعة كامل من الساعة تزعة السباح للستة المساء بعدين عنا يوم السبت للأمهات حبينا نخصص يوم كامل للأمهات لأنه قصة الرضاعة الطبيعية بدها كتير دعم أول إشي دعم من الأطباء يعلموا ويشجعوا دعم من الأمهات نفسهم يعني بنلاقي كتير إنه إذا أم رضعت وواجهت مشاكل وعرفت كيف تحلهم جغري بتروح بتعلم الأم اللي عم بتحس إنه بيحاجل هذا الأشي والعكس على فكرة الأم اللي ما رضعت بتحكي للأم إنه مش ضروري تردع هي أنا ولادي تمام وما رضعت مظبوط مظبوط فكتير حسينا إنه لازم يكون في جزء من هذا المؤتمر للأمهات فعنا يوم السبت من الصبح من التسعة الصبح للتنتين ورشات عمل مخصصة للأمهات عاملينها يعني أحسن الأخصائيين بالأردن ودكاترا رح يكون كنوع تعليمي للأمهات نوع تعليمي تمام برابو بالضبط فعنا ورشات عمل بتخص الرضاعة الطبيعية ورشات عمل بتخص صحة الأم والطفل وصحة الطفل بأول أسبوع تمام المتحدثين أو المواضيع اللي رح تطرح بيوم سبعة المواضيع اللي رح تطرح مثلا إذا الأم عندها مشاكل بأنه عندها حليب قليل كيف تزيده فيه بيكون في عنا مناقشات إذا الأم تأخذ فيتامينات هي عم تردع ولا تعتمد على الأكل كمان رح يكون في عنا محاضرات عن تغذية الأم محاضرات عن دور الطبيب في تشجيع الرضاعة الطبيعية أطباء النسائية عاملين محاضرات وأطباء الأطفال عاملين محاضرات فكل حدا ما أخذ التخصص تبعه ومركز على الارضاعة الطبيعية فيه نقدر نحكي الدعوة مفتوحة الدعوة مفتوحة على الافتتاح بس يعني منفضل أنه يكون كله أطباء أو ممردين أو اللي إلهم خاص بهذا الفيلد كمان إحنا عم نبيع تذاكر لورشات عمل الأمهات اللي هو يوم السبت فيه تذاكر التذاكر عم تنبع بصيدليات روحي ومركز بيرثان بيوند وبأسعار كتير منيحة تعريد تذكرة عشرين دينار وعم نحكي عن خمس ساعات تدريب ورشات عمل أما للأطباء اللي بدهم يشاركوا بيومين اللي هو الدورة التدريبية عنا يوم الخميس بيبلشوا من الوحدة المحضرات ورشات العمل ويوم الجمعة نهار كامل هدولة بدهم يسجلوا عبر الإيميل بطلب منكم تفوتوا على صفحة الفيسبوك هي صفحة اسمها جوردن's first breastfeeding conference المؤتمر الأردن الأول للرضاعة الطبيعية عليه كل الديتيلز وكل التفاصيل عشان تسجلوا بهذا المؤتمر اليومين تسجيلهم بيكون بسبعين دينار بس بنطلب انه تبعتوا إيميل لعم بنزموا المؤتمر عشان يسجلوا اسمكم وبتيجوا يوم الخميس بتلاقوا اسمكم موجود عشان تحضروا المحضرات رولة مم انه اول مرة بيكون هيك مؤتمر بيالأردن وكمان في المنطقة رح تكون المشاركة بس محصورة في الأردن في مشاركين من عدة دول فيه كمان أخصائيين جايين يعطوا محضرات من دول برى الأردن في عنا أخصائي براف برافاسر اسمه دكتور ألان لوكس جاي من انجلند مع شركة ايفنت فليبس ورح يعطي محضرات للأطباء وكمان للأمهات يعني باليوم الثالث يعني عشان نشجعهم يكونوا ضمن خلينا نحكي ورشات العمل الفايدة بالآخر نقلهم خلينا نحكي برضو بشكل مختصر عن فوائد الرضاعة الطبيعية لأنه احنا دائما بنحكي إنه للأم وللطفل وفي أمهات ما بيسدوا وإنه بس هو للطفل أنا ما رح أستفيل أهم الفوائد أهم الفوائد أنا برأيي للطفل هي بتعطيه مناعة وهذا بنعكس على الأم لأنه لما يكون الطفل ما عم بيمرض كثير الأم بتكون مرتاحة يعني ومش بس لسنوات الرضاعة الطبيعية بتظلها مكمل يعني بتظلها المناعة مبنية لبعدين لبعد الرضاعة الطبيعية هلأ كثير من الأمهات بيحكو أنها بتخرب شكل الصدر بس الدراسات عم تفرجي إنه الرضاعة الطبيعية عم بتحافظ على شكل الصدر لأنها بتظلها مخلية التشوز أو الخلايا تبعة الصدر والأنسجة تكون طبيعية تشغل بشكل طبيعي وبتظلها هيك أكتف الأنسجة نعم دائما برضو بنحكي إنه الرضاعة الطبيعية رولا بتساعد على خسارة الوزن دائما عندهم الأمهات حاجس إنه كيف بدي أقصر وزني بترجع أيضا الحوض لشكله أو مكانه الطبيعي قديش هذا صحيح؟ طبعا بترجع الرحم لمكانه الطبيعي حتى كل الأمهات اللي بيرضعوا خصوصا بأول أسبوع بيحسوا إنه فيه وجع بالبطن وهذا بعني إنه الهرموات اللي عم تطلع بفترة الرضاعة الطبيعية عم بتتاعد إنه الجسم يضب وبيخلي جسمها يرجع زي مكان رح نحكي كمان عن هذا الموضوع بمؤتمر الرضاعة الطبيعية بيعني محاضرات خصوصية للأمهات وللأطباء كمان رح يكون في زي كافي بريكس أو هي الاستراحات عشان الأطباء والأمهات والناس اللي بكونوا مشاركين بالمؤتمر يشاركوا التجاربهم يعني أنا بحث كمان بموضوع الرضاعة الطبيعية بالذات هي مشاركة تجارب مع الأمهات كتير بتفيد يعني كتير هلأ منلاقي كمان فيسبوك روبس على الفيسبوك بتكون الأم بتسأل سؤال الأم تانية بتجاوبها كمان هذا يعني هذا الخبرات يعني أنت لو تيجي على مثلا طبيب يجي ينصحني كتير يمكن أخطنع عاد ما تيجي أم مجربة وعندها ابن وردعت طبيعي بتكون النصيحة واقعية أكثر صح بيقولوا اسأل مجرب ولتأل خبير فالأمهات متجهين لهذا الموضوع وصارين كتير شطرين بالنصائح يعني بيطلعوا نصائح علمية وبيطلعوا بيعطوكي دكيومنت من وين طلعوها وكل هاي الأشياء مش يعني نصيحة هي هذا تحدي يمكن رولا أنه صار الانترنت منتشر ومفتوح للكل الأم بتقدر تاخد المعلومة ولكن بحث برضو من خلالك ممكن نقدم نصيحة قديش نعتمد على الانترنت بدون اللجوء لأخصائيين ممكن تكون معلمتها دقيقة أكتر ومتعلنقة بالحالة أكتر أكيد وبموضوع الرضاعة الطبيعية بالذات منحتاج لأخصائيين ومنحتاج للي أنا دائما بسميه hand on practice يعني إذا هي عندها مشاكل عويصة بالرضاعة الطبيعية أكيد ما رح تحسها بتحلها بمساج على الفيسبوك ولا معلومة طلعتها من الانترنت لازم تروح عند حدا أخصائي يساعدها يشوف البيبي كيف عم برضع كيف عم بلقه تصدر لأنه كثير في مشاكل وتحديات بتوقع فيها الأم وبتوجع وبتخليها تترك الرضاعة الطبيعية يعني بما أنه حليب الصناعي كثير سهل وبتلاقي قدامها ومنلاقي كمان كثير أنه ممكن العائق العائلة حواليها يعني أمها أو الناس اللي عم بيكونوا بيساعدوها يقولوا لها خلاص أعطيها الأنينة هيها أسهل فكمان بدها تكون الأم عندها الإرادة يعني تستغرب مرات الأم مش كثير بتشجع العائلة اللي حوالين مرات الأزواج أنا باستغرب من أزواج ما بيشجعوا على الرضاعة الطبيعية إنه خلاص شو بدك بوجع هالرأس قديش مرات هاي القرارات اللي فيها أنانية بتأثر على صحة أطفالنا أكيد مع إنه صراحة الأزواج كثير سيارين عم بيشجعوا على الرضاعة الطبيعية بيشجعها وكذا فكتير عم بيصيروا متحمسين لأنه معروف عن الرضاعة الطبيعية والأديان حكتها إنه قديش هي مهمة للطفل وللأم وكل هاي الأشياء طب للي ما بيشجعوا الأزواج للي ما عم بيشجعوا يعني أنا بقول إنه الزوج دايما هو الداعم الأول والأخير للأم فلازم هو يكون اللي عم بيشجعها أولا وأخيرا فيحاول يلاقي طرق تشجعها يعني كنت هو بفهم عليها أكتر إشياء رول لما نحكي عن هيك مؤتمرات قديش ممكن تحدث فرق بوضع الرضاعة الطبيعية إحنا بالآخر عم نحكي عن صحة جيل يعني هذول الأطفال الرضا بالآخر رح يكونوا أطفال وبعدين شباب ويكونوا بسوق العمل هم المنتجين هم البابنو الأردن قديش يعني هاي البدرة الصغيرة من خلال مثلا هاي المؤتمر ممكن تكبر ممكن يكون عنا وعي أكتر أيضا دي أسألك عن الكادر الطبي قديش صار مؤهل عنده وعي بالمستشفيات إنه يتعاملوا مع الأم اللي والد جديد يشجعوها على الرضاعة الطبيعية يفهموها بمشاكل ممكن تخليها تتخلى على الفكرة لكن ممكن تكون بسيطة وحلها بسيطة أكيد يعني أنا بأمل من هذا المؤتمر إنه يرفع النسب الرضاعة طبيعية بالأردن هذا أول إشي والمؤتمر هو مش بس رح نخلصه يوم السبت وخلص رح يلحقوا ورشات عمل بتساعد بالمستشفيات والممرضات إنه يساعدوا على تشجيع الرضاعة طبيعية وكمان ورشات عمل للأمهات والشركة الداعمة إيفنت فيليبس عم بيضلها تدعم موضوع الرضاعة طبيعية ورح نضلنا نعمل ورشات عمل بالأردن خلال السنة الجاي لعبين ما يصير وقت المؤتمر الثاني لرضاعة طبيعية بالأردن السنة الجاي إن شاء الله إذن يوم الخميس رح يبدأ افتتاح المؤتمر الجمعة رح يكون في مجموعة من المتحدثين يوم السبت ورشات عمل بتقدموا أن تستفيدوا منها وحكينا للأمهات التذكير سريع مين رح تكون التذاكر التذاكر رح تكون عم تنباع بصيدليات روحي ومركز بيرتان بيوند أما للإطباء والكادر الطبي ممكن يسجلوا عبر الفيسبوك بأنه يبعثوا إيميل والمؤتمر رح يكون بأوتيل الريال فندق الريال بعمان كل شكر إليك رولا لأنك عندك دائما حرقة على هذا الموضوع من شجع بالفعل كل الأمهات وشجعتين إحنا بالدوري أنا وميسون أكيد ما أنت أمهات كمان طبعاً من ضمن الأشخاص إن شاء الله ورؤية رائد دعمة للمؤتمر ورح تكون عم ترعى الحفل كله يعني الحفل ورشات العمل والمحاضرات للأمهات وزعتيك ألف عدد في رولا قطان شكراً للمتابعة ما تنسوا تشتركوا في القناة لاتشوفوا كل شي جديد اشتركوا في القناة